قلمنا في الفيديو اللي فات عن الطيور ما بتتكهربش لما تقعف على سلوك الكهرباء بالرغم انك لو مسكت نفس السلك اللي واقف عليه الطيور هتتكهرب دار ناس كتير تشكف في الفيديو ان السبب الاساسي ان مقاومة الطائر كبيرة او السبب التاني ان رجل الطائر ما فيهاش دم والسبب التالي بقى ان واحد قل انت بتلت وتاجد كده جايين نقطع الشك باليقين وان القهرب ساعة دلوقتي هو جهاز يعمل على 220 فولت عشان لما نوصل الفيشة دي يقولك السلك ده مش مقطوع اقل كلمة هتتقلم لما اوصل السلك ده يقولك انتعطوا من جوه هنوصل السلك ده على ده ونشغل ده وده جهاز التستر الالكتروني اللي هيشوف مين فيهم اللاين ومين فيهم النيوترال طيب يلا نبدأ بقى الحاجة احنا هنوصل الفيشة دي كده هنمسك الطرفين وحاول نشغل الجهاز ده بالفيشة شغل تمان كده شغل الجهاز شغل يبقى كده الفيشة دي فيها الكهربر لو احنا جبنا التستر ده دي النيوترال عفوا دي النيوترال دي الطرف الميت اللي ما ببقاش فيه جهد وده اللاين ده الطرف اللي يكهرب في العادي انت لو مسكت ده مش هتتكه تمام؟ في العادي انت لو مسكت ده وانت مش عمل احتياطك تتكهر طيب ايه اللي احتياطات اللي اعملها لو بصتلي تحت كده هتلاقيني لابس حاجة زي العازل كده هو حاجة سمكة تخين شوعية طيب الوقتي ده اللاين لو انا مسكت اللاين مش حس بأي حاجة اهو شوف انا مسك اللاين اهو لو قربت ايدي من التستر واضحة كده هيقولك انه ماشي بجسمك طيار بس الطيار ده صغير جدا انت مش حاسس بيهل سبب انك واقف على عازل مفصول عن الارض لكن لو مسكت الطرفين دول ببعض احتمال نجوك من الصدمة الكهربية اللي هتاخدها قليل اوي ليه بقى؟ لان انت بتطبع على جسمك 220 فولت هيمر طيار كبير جدا اما لو انت مسكت اللاين بس ووقف على الارضي الفكرة ان مقاومة الارض ذات نفسه مقاومة البلاط ليها مقاومة وجسمك ليه مقاومة الطيار اللي بيبقى ماشي للارضي بيبقى صغير شوية بيحسسك بوغز قوي وصعك كهربية قوية لكن لا تموت اما لو انت مسكت طرفين 220 فولت ببعض يبقى احنا ثاني حاجة اهو ده التستر اللي ان فيه كده طيار ماشي في السلك اهو التستر بيزمر لانه عارف شايف طيار ماشي في جسم الزراية اللي انا قلتها ان الدايرة مفتوحة والحركة اللي انا بعملها دي الكهربائية كلها عارفينها لانه ماشاء الله كل واحد متمكن في شغله عارف ان طول ما هو لابس عازل او واقف على سلم خشب مستحيل لو لمس السلك ده بالغلط مستحيل يتكهرب فارجوك ما تكررش العملية دي في البيت طول ما انت مش مختصر او ما تجرباش خالص